اليمن أزمة عالقة بين القوى الإقليمية والدولية مشكلة تتفاقم وكرة ثلج تكبر كل يوم أكثر فأكثر لتهدد بالتهام كل ما في المنطقة من خصومات تاريخية وأخرى لها علاقة بالمستقبل أكثر من ثلاثة أعوام مرت من عمر الأزمة اليمنية دون أن تجد منفذا للخروج من نفاق الحرب التي اتسعت رقعتها وتداخلت أهدافها البدايات التي رفقت الأزمة اليمنية نمت أكثر على هامش الصراع الذي شهد صراعات صغيرة داخل تكتولاته وتجاوز الحدود اليمنية ليصل إلى ما هو أبعد بكثير منها تجل انقسام التحالفات المعلنة خلال جلسة في مجلس حقوق الإنسان حين رفضت عشر دول عربية تصويت مع قرار تقدمت به السعودية بإدانة الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان الصدم في الأمر بالنسبة للسعودية هو أن بين تلك الدول حلفاء بارزين لها كمصر التي هي عضو في اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي لتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين سوريا والابنان وسلطنة عمان والعراق رفضت ذلك القرار قطعيا وجميعها لديها ملفات وحدود مشتركة وشائكة مع السعودية وهما يزيد من كلفة المخاطر التي تواجه التحالف التي تقوده الرياض في مواجهة طهران لم ينتهي الأمر عند ذلك الحد حيث دعت الرياض الجامعة العربية لاجتماع عاجل يوم الأحد لبحث انتهاكات إيران في الدول العربية وتقيضها للأمن والسلم العربيين الدعوة للاجتماع بعدما حدث في مجلس حقوق الإنسان تثير الكثير من التساؤلات حول عدم القدرة على التخطيط المسبق والتنسيق بين الدول العربية حول تصورات كل دولة على حدة أو بشكل جماعي على ما تمثله إيران من تحدي لكل دول المنطقة بعد أن كانت اليمن محورا رئيسيا في أزمات المنطقة وفي قائمة اهتمامات التحالف العربي الذي شكلته السعودية والإمارات قبل أكثر من عامين ونصف باتت اليمن هامشا في تحركات التحالفات المتضادة وأحد أدوات الصراع والضغط بين كافة الأطراف وتستمر اليمن كأزمات إنسانية وسياسية منسية تحضر في بيانات التنديد والمخاطر من المجاعة ويستمر اليمنيون في البحث عن مخرج لحل لا يبدو أن أحدا سيحمله إليهم ما لم تستعد دولتهم للخروج بأقل قدر من الأضرار والخسائر وهما لا يلوح في الأفق القريب